والبني أدم الأحسن يديني شغل أحسن صح؟ طبعا رحلة أستاذ أحمد ناجي بقى أنا سعايزة اعترف لكم بتأثير ده أنا فاكرة أن أستاذ أحمد ناجي هيجي علمنا بس عن الموارد البشرية هو نفسه عنده رحلة صعود وكفاح لزيدة جدا مش عايزة أخطفق نتكلم عليها على طول بس قولي إزاي كلام أستاذ نادر شايفه ينطبق على فكرة الموارد البشرية إزاي وأنا شخص أحسن يبقى أدائي في شغل أحسن أنا هاخد من كلام مستر نادر كلمة مهمة جدا قال لك إزاي نغدم الإنسان يمكن أنا بستعمل كلمة كده مع الـ HR عشان خاطر إحنا معروف عننا حاجات وحشة كتير بس ده كلام سوشيال ميديا بس فعلا سيد داني أنا أغالي بنا في غالي بفعل أنا شخصيا ما أكتر ناس اللي بحبوهم في المؤسسات الـ HR فعلا لما وقعت في ناس كويسين في أسات زالينا فعلا بيعملوا يعني إحنا لو جينا نتكلم مثلا على دكتور خالد حبيب يعني حد يعني نرفع لها الكبعة ونستفاد منه جدا إحنا لو إحنا غيرنا المفهوم بنتكلم على الإنسان هتكلم إن أنا بدير أنا دايما بقولي إحنا بنديرش آلات إحنا بندير قلوب أنا لو عارف إن الراجل ده واسمعيلي بقى أتكلم بالعربي يعني بما إني في التلفزيون المصري ودي كانت من أمنية من أمنية حياتي وأنا بشكر حاتك إن أنا فيها النهاردة كل إنسان في الدنيا عنده مشاكل أنا لو أنا قاعد النهاردة مع مستر نادر وهو جاي يعمل مع الإنترفيو أنا مثلا مش هتكلم أنا لسه مدخلش في الشوك أنا لازم أعمل حسابي مستر نادر ده ممكن يكون عنده مشكلة هو جايلي أصلا لكن هو راجل كواليفايد أنا كراجل بتاع HR إزاي أقيس بقى الحتة اللي عنده دي أنا لو بطديت من أول الركروت منتو أنا أصلا بعين الراجل أو التعين أو توظيف وأنا بعين الراجل بتاعي أنا عارف كوايس جدا نفسيا هو بتأثر إزاي هبتدي من الأول نفسيا القابل بقول بقى جوب ديسكريبشن وكيبي آيز أو الوصف الوظيفي لكل وظيفة وإزاي أقيس هو الراجل ده بيعمل الوصف الوظيفي ده صح وبقيسه صح بطول ببعض النقاط أقول لك حاجة بقى أنا أنا مبسوطة بالكلام بصراحة بس أنا عارفة هيتقال إيه دلوقتي لو حد بيسمعنا عنده مؤسسة أو شركة يقول لك ما أنا مش فاتح مؤسسة اجتماعية أنا عايز ناس تجي تشتغل وتعمل شغلها كويس وأنا مش هاخده طبطب وحيل وسكت وده على فكرة منطق